أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهو غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأبقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يؤسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكد ما قدمه وآذارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرهم مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرون معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطعني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون دماغ فر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم صامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الخرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لديناهم برون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلح منهنها وفيدا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريته في الفلك المششون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء غرقهم فلا صريخ له ولا هو ينقذون إلا رحمة منا ومطاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغردين وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفقوا للذين آمنوا أنطعهم من لو يشاء الله أطعبه إن أنتم إلا في ضرار مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتوا صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذه وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى آله يرجعون ونفق في السور فإذا أمن الأجذاث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعده رحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وفإذا هم جميع لدينا أخذرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على العرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يذنعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدل مبين وأن اعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تقولوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعبون إصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أبواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجرهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولو نشاء نتمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يمسقون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيهم ولا يرزعون ومن نعمله نركزه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه وإلا بك وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقر ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من مدون الله آلهة لعله ينصرون لا يستطيعون نصره وهو له جند محبرون فلا يحزون تقولهم إنا نعلم ما ينصرون وما يعلمون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول ما هو فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموت منه تنقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخط مثله البنا وهو الخلاق عليم إنما أموه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكمون فسبحانا الذي بيده ملهو تخل لشيء وإليه ترجعون الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجو والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض بضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأيدي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجن من مالج من النار فبأيدي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السمابات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنطرغ لهم أيها السخلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشف الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذباتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات والطغف لن يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحصان إلا الإحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان فمن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخلو ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لن يطمثهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرار آلاء ربكما تكذبان